وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويدبعني بكل المحبة نلتقيكم متابعي قناة القيامة وحلقة جديدة أخرى من برنامج مسيرة معرب اليوم ضيفتنا هي الأخت نرجس قلب يسوع من رهبانية بنات قلب يسوع الأقدس من المملكة المتحدة يا أهلا وسهلا بالأخت نرجس مساء الخير سجنان وشكرا جزيلا على استضافتكم إلي وربني بارككم من أجل الرسالة اللي تتقومون بها في قناة القيامة من أجل أنه تنمون الروح المسيحية عند جميع مشاهدين في كل العالم أنا في المملكة المتحدة من 2 تموز من أجل سببين السبب الأول أنه أعمل كورس للغة الإنجليزية لمدة شهرين وفي ذات الوقت يكون عندي إرسالية في كنيستنا للجالية اللي موجودة في المملكة المتحدة بشكل خاص في لندن كنيسة ماريوسف كنيسة ماريوسف نعم إرسالية ماريوسف نعم الخدمة اللي تتقدميها هناك ما هي بالتحديد؟ بشكل عام قبل كل شي حضوري بين المؤمنين ومشاركتي معهم في الزبيحة الإلهية وأيضا في نشاطات الخورنة مثلا تعليم المسيحي للأعمار من 7 إلى 14 سنة وأيضا تدريب وإرشاد الجوق وتعليمهم بعض الترانيم الجديدة وأيضا مشاركتي في عمل لقاءات صلاة ولقاءات ثقافية لأخوية النساء وأي شيء آخر ممكن يكون كأرشاد أو يكون مرافقة أشخاص هذا هو رسالة هذه جو إرسالية ماريوسف الموجودة في المملكة المتحدة شو أنت الشوفية؟ بالحقيقة إرسالية المملكة المتحدة حسب الخبرة اللي أنا في أول مرة أكون موجودة معهم أشوف أنه الإرسالية هي فعالة جدا في هذا المكان وأكو علاقات طيبة جدا بين العوائل بين الأشخاص وأكو روح مسيحية حقيقة بالرغم من أنه الأولاد بعض من عدهم ولادتهم في لندن لكن يمتلئ قلبي فرح لما أشوف اليوم هما يقدرون أنهم يرتلون يقرون ويكونون شمامسة باللغة الكلدانية بلغتنا الأم وبالرغم من أنهم ما يعرفون ممكن يحكون سورة لكن هذا كثير مفرح أنه هو واحد يشوفها الحياة اللي إذا يعيشوها هي حياة قريبة من بعضهم البعض واحد يسند الثاني وهذا مهم بالنسبة لجاليتنا خارج العراق بشكل خاص أخذ نرجس حاليا أنت الدرسين كورس باللغة الإنجليزية شون هالدراسة؟ نعم الدراسة هي مثل أي دراسة تحتاج وقت تطلب جهد ولهذا يعني أنا بالحقيقة أكرس وقتي من أجل تعلم هذه اللغة لأنه هي لغة مهمة أنه تساعد على تواصلنا مع الأشخاص إذا كان خارج العراق أو من داخل العراق نعم هل حضرتك أخت مكرسة نذور نهائي؟ وكم سنة لديك في هذه الرهبنة؟ نعم أنا أخت ناذرة النذر الدائمي دخولي للرهبنة كان في 2006 ولهذا حاليا أنا عندي 15 سنة بالدير لماذا اختاريتي هل رهبنة بالذات؟ بنات قلب يسوع الأقدس؟ أكيد مثل ما حضرتك تعرفين أنه الدعوات مختلفة ومثل ما يقول ماربولوس الروح يهب حيث يشاء ولهذا روح الرهبنية روح رهبنية قلب يسوع الأقدس هي روح البساطة روح عيش الإنجيل روح القرب من الآخرين أيضا فهذا كان أحد البذور الأولى اللي ساعدتني أنه أنا أختار هذه الرهبنية وأنه أعيش بين هذه الجماعة شعار رهبنية بنات قلب يسوع الأقدس ما هو؟ نحتاج توضيح شعار رهبانيتنا مثل ما هو واضح من الاسم رهبانية قلب يسوع الأقدس ولهذا العبارة اللي هي أكثر قريبة من قلب يسوع في الإنجيل هي تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب ولهذا رهبانيتنا اتخذت من هذه الآية من الإنجيل كشعار إلها من أجل أن نتجسد هذه البساطة هذا التواضع اللي يحمل قلب يسوع وأنه إحنا أيضا بدورنا نحمل للآخرين نعم 15 سنة راهبة خلال هذه 15 سنة حضرتك تتحاولين مقدر مكانك تقدمين خدمات الأبناء المؤمنين أريد توضيح عن هذه الآية من إيش عيا لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك نعم حقيقة هي آية رائعة من الكتاب المقدس وبها حضرتك رجعتني إلى قبل ما أدخل إلى الدير لأنه تاريخ حياتي وإن كان بسيط لكن هو مملوء من حضور ربنا وحقيقة في كل خطوة من حياتي من كنت صغيرة وإلى اليوم أشعر بأنه الله دايس ندني الله ويايا حقيقة أنا ولدت في عائلة مؤمنة والدتي ووالدي علمونا أنه إحنا نروح للكنيسة دائما علمونا أنه نستقي الإيمان من ربنا ونستقي الإيمان من الكنيسة من جزورنا مع ثلاث أخوات وأخين إحنا ستة بالعائلة كنا شكرا كنا دائما نروح للكنيسة للتعليم المسيحي للأخويات بالشمامسة دورات الشمامسة بالصيف لما ما كان يكون عندنا دوام بالمدرسة ولهذا كانت مسيرة ربنا ويايا من البداية أنه هو يهيئني إلى رسالة ممكن لما كنت صغيرة ما كانت واضحة بالنسبة إلي الطريق ما كان كثير واضح كان بالنسبة إلي أنه أنا أبقى بالكنيسة فكرتي كانت بسيطة فكرة طفل ممكن فكرة شابة لكن ما كنت أتصور أو أفكر في أنه أنا أكون رهبة في يوم من الأيام إلى غاية أنه إحنا تحولنا من الرصافة إلى الكرخ في بغداد أنا ولادتي في بغداد تعرفت على أخواتنا وهناك البذرة نمت أكثر بدت تتوضح رؤية ربنا في حياتي ولهذا انتمائي للرهبنة ومسيرتي في هذه الرهبنة حقيقة شعرت وإلى هاليوم أشعر بهذا أنه إيد ربنا ترافقني في كل حين وفي كل خطوة أنا أقوم بيها وإلى هاليوم أشعر أنه ما تركني وما رح يتركني أبدا آمين أكيد أخت نرجس قلتي تعرفت على الأخوات أين؟ تعرفت على الأخوات في بغداد كانت أخواتنا في بغداد يعملون في كنيسة ماريا عقوب في الدورة منطقة الدورة وأيضا في كنيسة الرسولين لكن حسب الرقعة الجغرافية لبيتنا كنا قريبين على كنيسة ماريا عقوب سقف نصيبين اللي كان راعي لخورنا الله يذكره بالخير أبونا سالم ومن بعد سيدنا سعد حاليا كان راعي لخورنا في وقتها وهناك تعرفت على أخواتنا الدعوة شان حسيت بيه؟ حقيقة لما نقول كلمة دعوة يعني هي كلمة كثير كثير واسعة لكن في عمق كيان الشخص لما يشعر بصوت ربنا ما رح يقدر يجاوب غير نعم لأنه الصوت هو أقوى بكثير من اللي أنا دع أفكر به أو أيضا أكثر من اللي أنا ممكن مخاططة لحياتي فكنت أنا أضوى في الجوق نيست مار ياقوب وأحد أخواتنا خافي سمر الله يذكرها بالخير كانت مسؤولة الجوق أكيد ولهذا أحد الأيام كنا دعنا نحكي وقلت لي ليش ما تنتمين للرهبنا هذه الكلمة كانت هي بذرة أنه ربنا من خلالها دعاني أنه أنا أبدي أشوف اختيار مختلف بالحياة ما اختبرت سابقا ومن هذاك الوقت بديت أنه أفكر وأيضا بالصلاة وبمرافقة أخواتنا وأيضا بإرشاد عائلتي أنه أفكر أنه أنتمي إلى الرهبنا العائلة بالأصل من وين؟ أنا عائلتي كانت في بغداد لكن والدي والدي هما من القوش أكيد سلامنا لهم قلت ست أبناء من بنات وصبيان الدعوة بس إلكي إجدتي من بين الأخوان والخوات نعم لما انفتحت الأهل بهالشكل قرار الرهبنا شو كانت ردة الفعل؟ بالحقيقة أنا تسلسري بالعائلة أنا آخر بنت بالعائلة ولهذا كان كثير صعب على أهلي أنه هما يوافقون على دخولي للدير لأنه أكيد مثل ما حضرتك كنت عرفين أصغر واحد بالبيت أكيد هو مدلل البيت وإلى آخره وأيضا لأنه أنا فكرت أنه أنتمي للرهبنا كنت بعمر 16 سنة نعم ولهذا كان صعب على أهلي أنهما يوافقون على هذا القرار اللي أنا اتخذته وأكيد مثل كل أهل مع كل الخبرات اللي هما يعرفون أولادهم مع عمر صغير يكونوا انقلقين نوعا ما أنه هذا القرار يكون غير ثابت نوعا ما أو ممكن يكون قرار متسرع بما أنه العمر هو صغير شاب وصغيرا ولهذا والدي والدي موافقه من البداية أنه أنا أدخل على الدير من عمر 16 سنة وأنا أكيد أشكرهم على هذا القرار اللي هما أتخذه فضلوا أنه أنا أكمل دراستي بعد السادس أنا أكملت أخذ الدبلوم في الإدارة الصحية في معهد الطبي التقني في بغداد المنصور وبعدها وافقوا أهلي أنه أنا أدخل على الدير مع بركتهم وموافقتهم فإذا هذا كان بعمر 20 سنة 20 سنة فإذا أهلي يعني بعد أربع سنوات من فكرتي من بداية بذور الدعوة الأولى وافقوا بعد أربع سنوات أنه أنا أدخل على الدير نعم أربع سنوات نعم أنت كنتي ببيت الأهل وتتدرسين بنفس الوقت ولكن هذا القلب اللي كان متعطش يدخل إلى الرهبنة كيف كان؟ حقيقة ممكن الكلمات ما رح تقدر أنه هي تعبر عن الشيء اللي أنا كنت أفكر أو أشعر بي فيها ذاك الوقت لكن ممكن أعبر عنها بشيء واحد أن أقول لما قلب الله يدعونا ويريد أنه هو يكون قريب من عدنا قلبنا رح يبادل بذات الشعور وما رح يقدر أنه يبادل بغير شعور يعني يكون مختلف لأنه قلبه مملوء بالمحبة وإحنا أشخاص مهم إلنا أنه إحنا نشعر أنه أحد يحبنا وإن كان هذا الشخص هو ربنا فكيف ما يكون كيف رح يكون بالحقيقة نعم بعمر 20 سنة دخلت إلى رهبنة بنات قلب يسوع الأقدس أنا نريد نعرف وين قدمت كيف كان أول يوم تفاصيل نعم دخولي للرهبنة مثل ما قلت لحضرتك كان بعد أربع سنوات ولهذا معرفتي بأخواتنا في الرهبانية كان كثير أعمق لأنه خبرة أربع سنوات مرافقتهم وأكيد بين فترة وفترة كنت أروح أزور الأخوات حتى أتعرف أكثر على الرهبانية ولهذا ما كان يحتاج أنه أقدم إلى جهة معينة لكن بالاتفاق مع رئاسة الرهبانية آنذاك اللي كانت خافي ألبرتين قلب يسوع الله يذكرها بالخير أيضا الرئيسة العامة للرهبانية في هذاك الوقت أنه تقرر شكرا أنه تقرر تاريخ دخولي للرهبانية يكون بتاريخ 31 سمانية 2006 نعم ومن هذاك التاريخ أنا كنت في بغداد لكن بعدها انتقلت إلى الموصل بقيت يوم واحد في بغداد من تاريخ دخولي ويوم واحد تسعة رحت إلى الموصل اللي كان في وقتها دار الاتداء نعم نعم أخت نرجس قبل ما نوصل إلى النذورات إحنا نعم هاي كانت الكؤمنية الدخلين إلى الرهبانة أربع سنين تتنتظرين فمن مرقص يقول لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم فكنت تصلين على هالنية نعم كثير كنت أصلي على هذه النية كنت أصلي من أجل والدي ووالدتي أنهما يوافقون من أجل الدخولي للدير وأيضا كنت أصلي أنه أنا حقيقة أشعر بهذا الحب اللي قلب يسوع دايبادلني بي وأنه أقدر أنه أنا أحافظ على هذه الدعوة اللي أنا داع أشعر بيها بالرغم من طول الوقت أربع سنوات ما كانت قليلة أنه أنتظر من أجل موافقة أهلي أو من أجل إكمال دراستي نعم ولهذا كنت أصلي أكيد من أجل هذه النية هسنا ريت نعرف النذورات كيف كانت وهل كل نذور كان عندك مثلا شعار معين أو أهي معينة من الكتاب المقدس نعم حسب المراحل الرهبانية اللي عادة كل بنت لما تحب تدخل للرهبانية تمر بيها المرحلة الأولى اسمها مرحلة الراغبية وبها البنت تعبر عن رغبتها في أن تكون راهبة وأن تنتمي إلى هذه الجماعة الرهبانية ومدة هذه الفترة تكون تقريبا ستة شهر لكن يعتمد أكو بعض الاستثناءات ممكن تكون أطول في حال البنت تكون طالبة المرحلة الثانية هي مرحلة الطالبية وأيضا هذه تكون ستة شهر فيها البنت تقدم طلبها أنه هي تكمل في هذه الحياة الرهبانية بعد ستة شهر تكون مرحلة الابتداء التي تكون مدتها سنتين في هذه الفترة السنة الأولى البنت تختبر أنه هي تعيش روح الخلوة والاتحاد بربنا بشكل أكبر من أجل أنه هي تختبر دعوتها تختبر هذه العلاقة مع الله كيف ممكن أنه هي تعمقها من خلال دراسات من خلال مرافقة الأخوات الأخوات المسؤولات على هذه المرحلة بشكل خاص من خلال مرشدين روحيين مرشد الروحي للرهبانية أو إذا كان المرشد الروحي الخاص لكل أخذ وبهذا هي أكثر تثبت أنه لما حقيقة يكون أكو أوقات صمت أوقات صلاة أوقات تأمل رح نقدر أنه إحنا نسمع صوت ربنا بشكل أوضح نسمع شنو هي حقيقة الدعوة اللي هو ودعاني إلها للسنة الثانية من الابتداء تكون سنة معايشة وخبرة في جميع الأديرة اللي موجودة في الرهبانية في كل مكان البنت تعمل خبرة من أجل أنه هي تكتشف وتعيش هذه الإرسالية هذه الكاريزمة اللي تحملها الرهبانية بعد هذه السنتين يكون أكو مرحلة النذور النذور الأولى واللي أنا كانت في تاريخ عشرة واحد الفين وعشرة في هذه المرحلة البنت تقرر أنه هي حقيقة تكون راهبة وتنتمي إلى الرهبانة ولهذا نسميها النذور ويكون أدنى نذر ثلاث مشورات إنجيلية اللي هي الفقر والطاعة والعفة في هذه المرحلة عادة الأحد تختار آية من الإنجيل أو من الكتاب المقدس تتخذها شعار لحياتها تحاول أنه هي تجسد هذه الآية في مسيرتها فبالنسبة لي الآية الإنجيلية اللي أنا اختارتها في مرحلات النذور كانت اختارت مريم النصيبة الأفضل ولن ينزعه أحد منها من إنجيل لوقا لماذا اختارت هالآية بالتحديد أكيد هذا يكون بمسيرة من الصلاة من التأمل من التمييز حقيقة شنو هي الدعوة اللي حقيقة أنا أشعر بيها أنه ربنا داي يدعوني إليها ففي وقتها اختارت هذه الآية لأنه كنت أود أنه ربنا ينطيني هاي النعمة أنه أكون أمام أقدام أستمع إلى مثل مريم مريم أخت مرتا والعازر كانت جالسة أمام أقدام يسوع تستمع إلى لأنه بالنسبة لها كان هو النصيب الأفضل اللي هو أهم من كل اهتمامات حياتها لكن هي شملت حياتها قدمت حياتها رسالتها وكل شيء من أجل أنه هي تسمع ليسوع أنه هي تصغي في قلبها ليسوع هذا كان هو السبب اللي أنا اختارت هذه الآية أمين أما نذوري الدائمة كانت بتاريخ 16-8-2015 والآية اللي أنا اختارتها لهذه النذور كل من لا يحمل صليبه هو يتبعني فلا يستحقني كان سبب اختياري لهذه الآية أيضا مثل ما قلت لحضرتك بعد مسيرة من تأمل الصلاة والتمييز الروحي من أجل أنه حقيقة حياتنا هي مو خالية من الصليب وأكيد إحنا نتمثل بربنا اللي أيضا حمل هذا الصليب من أجل خلاص العالم ولهذا النعمة اللي أنا طلبتها من ربنا في هذاك الوقت أنه هو يمنحني النعمة حتى أقدر أنه أنا أحمل هذا الصليب سواء كان بالحياة اليومية أو بالخبرات الحياتية اللي نمر بيها وأن أتبع أن أتمثل به أخت نرجس ما هي معاوقات الحياة الرهبانية بالنسبة لكي بالحقيقة مثل أي نوع من الحياة سواء كان الحياة العائلية أو حياة أخرى يختارها الأشخاص أيضا للحياة الرهبانية معاوقات ممكن تكون بعضها اختلاف بالآراء ممكن يكون هو أحد المعاوقات لكن النعمة الكبيرة اللي الله يمنحها إلنا أنه إحنا في خبرات حياتنا في مقاسمة الحياة مقاسمة هذه الخبرات مع نهاية النهار أو في لقاءاتنا الجماعية ممكن أنه إحنا ننظر إلى هذه المعاوقات من منظور مختلف من منظور ربنا شون ينظر إلى ولهذا أمام كل هذه المعاوقات ممكن تكون أيضا معاوقات في الرسالة اللي نقوم بيها ممكن يكون أكو صعوبات في أداء هذه الرسالة أو أمور أخرى لكن أرجع وأقول نعمة ربنا هي تساعدنا أنه إحنا نواجه ونتجاوز هذه المعاوقات كيف هو يوم الأخت نرجس أكيد نهاري مختلف في الأماكن اللي أنا أكون بيها مثلا لما كنا بالعراق برنامج الدير أكو أوقات جماعية أيضا أكو أوقات ممكن الأخت هي تصلي بيها أو أكو أوقات إرسالية فمثلا في العراق كان صباحا كان عندنا الصلاة الجماعية وبعدها القداس الإلهي وبعدها كنت أنا في دير أربيل قبل ما أروح إلى إيطاليا ولهذا هو دير إرسالية فكل أخت حسب نشاطات النشاطات اللي هي تعمل بها كانت تنطلق كل أخت إلى عملها والأخت اللي تكون موجودة بالدير أيكيد يكون عندها عمل وأيضا يكون أكو أوقات أنه كل أخت تختار على الأقل ساعة بالنهار أنه يكون عندها تأمل فردي صلاة شخصية من أجل أنه يساعدنا حتى نستقي نعمة من ربنا وأيضا أنه نكمل حياتنا على ضوء هذه الكلمة وهذه النعمة وضخرا كان يكون عندنا صلاة الوردية ونلتقي بشكل جماعي على الغداء بعدها كان يكون عندنا أوقات مختلفة خلال الأسبوع كان يكون مقاسمة الحياة أنه نتقاسم خبراتنا الإيجابية منها من أجل أنه نستمر بها وممكن تكون إنسلبية منها من أجل أنه نشوف بشكل جماعي كيف نتجاوز هذا الأمر أو كان ممكن يكون مقاسمة الإنجيل نختار نص من الكتاب المقدس أو الإنجيل ونتقاسم هذه الكلمة ونشوف أنه هاليوم هذه الجماعة كيف تتعيش هذه الكلمة وكيف تتطبقها في حياتها الجماعية أو الفردية وبعدها مساء بشكل عام كان يكون أدنى نشاطات في الخور أنا في الكنيسة مثلا أنا كانت مسؤولة جوق الرجاء لخور أم المعونة الدائمة فمساء يومين بالأسبوع كان عندي التزام مع الجوق معدى يوم الأحد وبعدها كنا نلتقي على وقت العشاء سوية ويكون عندنا وقت أنه نلتقي سوية مع الأخوات ممكن تكون مشاهدة الأخبار من أجل أن نواكب مسيرة العالم اليوم وأيضا أنه نحمل هذا العالم في صلاتنا عالمنا المتألم وبشكل خاص في الشرق الأوسط وفي حتام نهارنا كنا نختمها بصلاة الليل اللي من خلالها إحنا نقدم نهارنا نقدم حياتنا لربنا وبعدها كان يكون أكوة قد صمت كان ممكن أنه الأخوة تكمل أعمالها لكن بصمت أما في روما حياة الدراسية أكيد تكون مختلفة ولهذا في الرهبانية اللي أنا ضيفة عدهم أكيد أدنى صلاة الصباح القداس الإلهي من بعدها كانت أروح للدوام اللي هو تقريبا يبدي ساعة ثمانية ونص صباحا بعض الأوقات لغاية ساعة ستة ونص مساءا وبعدها أكيد كنت أعود للدير ويكون عندنا صلاة المساء العشاء سوية وكنت أكمل دراستي وأكيد مع صلاتي الشخصية كنت أنا أختار الوقت المناسب حسب وقت دراستي أما في وجودي هنا في لندن أكيد هو نوعا ما مختلف ويعتمد على وقت الدراسة اللي أنا دعا أعمالها ولهذا صباحا عندي الصلاة الشخصية والقداس الإلهي بعدها يكون عندي دوام من ساعة تسعة ونوص إلى غاية ساعة أربعة العصر بعدها أعود للدير ويكون عندي التزامات مع الرهبات صلاة وأيضا التزامات الدراسة وإلى آخره وبعدها يكون أدنى صلاة الليل وأكيد وقت صمت كما نعلم لديك صوت جميل وأيضا كنت أضوى بالجوق قبل انضمامك إلى رهبنة بنات قلب يسوع الأقدس ومن خلال قناة القيامة نعرض كثير من التراتيل اللي حضرتك مشاركة بيا نفس الوقت اتكلمتي على جوقة الرجاء أريد نبدأ على كل هالأشياء نعم أكيد قبل كل شي أنا أشكر ربنا على النعمة اللي هو انطه اللي هي نعمة الصوت واللي من خلالها من أنا صغيرة تنميت مثل ما حكيت لحضرتك انه والدتي ووالدي علمونا انه احنا نكون بالكنيسة قريبين من ربنا فانتمائي إلى الجوق كان من أنا كنت صغيرة من عمر 15 سنة إذا أنا أذكر زين كنت في كنيسة الصعود في بغداد أكيد نعمة ربنا كانت محاطة من خلال الأشخاص اللي أنا التقيت بيهم من خلال الأشخاص اللي رافقوني أذكر بشكل خاص أبونا جميل نيسان رائل خورنا أنا ذاك وأبونا زيد اللي كان شماس في الكنيسة وكثير أشخاص من الشمامسة اللي كانوا حقيقة لديهم الرغبة أنهم ينقلون هاي الخبرة الحياتية وأيضا خبرتهم في تعلم اللغة الكلدانية وفي الشمامسة أنه ينقلوها إلا أحنا الأجيال اللي دا تقوم وأيضا أذكر أبونا أمير جمو الله يذكر بالخير كان مسؤول الجوق لما أنا كنت أضوى في الجوق وحقيقة عشت خبرات كثير حلوة كثير تساعد أنه الشخصين مو في كنيسة الصعوب بعدها أيضا لما رحنا لمنطقة الدورة في الجوق كنت أنا في جوق كنيسة ماري عقوب بعد انتمائي للرهبانية مثل ما حكيت لحضرتك بعض المراحل الرهبانية ما نقدر أنه إحنا يكون عدنا نشاطات بالكنيسة بسبب أنه إحنا يكون عدنا أكثر أوقات للتأمل والصلاة لكن في سنة 2007 كنت مسؤولة الجوق في منجيش لمدة سنة قبل ما أبدي مرحلة الابتداء ولهذا عملت مع الشبيبة في هذاك الوقت وعلمتهم بعض الترانيم وأكيد ليس فقط أنه أعلمهم الترانيم لكن كنت أيضا كمرشدة للجوق أنه في كل جوق نؤمن بشكل كبير أنه حياة الإيمانية حياتنا الإيمانية ما تتوقف فقط على الإيمان المتوارس اللي إحنا أخذنا من أهلنا لكن لما إحنا نكون واعين حقيقة ما هو إيماننا وكيف ممكن أن نعيشها ونكون مسيحيين حقا هذا رح ينعكس على صوتنا على النعمة الكبيرة اللي الله نطاها إلنا وبالتالي رح يخلي من هذه الموهبة أنه هي تكون رسالة من خلالها ربنا يقدر يوصل إلى قلب كل إنسان هذا كان لمدة سنة مثل ما قالت لحضرتك بعد نذور الأولى في 2010 تم تعيني في رسالتنا في عنكا وأربيل وفي 2011 أبونا لويس قاقوز الله يذكرا بالخير طلب من رهبانيتي أنه يعينون أخوت تكون مسؤولة الجوقة جوقة الرجاء ولهذا رهبانيتي نظرا أنه هي حقيقة تقيم هذه الموهبة اللي أنا اللي ربنا انطاها لي ولهذا اختارتني أنه أنا أكون مسؤولة ومرشدة لجوقة الرجاء حقيقة أحب أقدم تحياتي لجميع الشباب وشابات في جوقة الرجاء شباب رائعين كانوا تقريبا 72 شاب وشابة في 2016 قبل ما أروح إلى روما يحبون الكنيسة يحبون أنه حقيقة يقدم كل ما عدهم لربنا وبشكل خاص موهبة الصوت ولهذا عملنا بشكل أوسع على نطاق الأبرشية في بعض الأوقات أيضا عملنا مع السمينير كنا نأدي بعض نرتل أو نخدم بعض الرسامات الكهنوتية بالسمينير إضافة إلى مهرجانات الكنيسة اللي كنا نقوم بها كنا نقوم بأمسيات ترانين وأيضا كان لدينا نشاطات أخرى مثلا كنا نتقاسم بعض النصوص الإنجيلية أو يتقاسمون من خلال هذه النصوص يتقاسمون بخبراتهم الخاصة كشبيبة شون هاليوم الله يعمل في حياتهم شون هاليوم الله يقدر يغير حياتهم لأنه هم قريبين من الكنيسة وكان أكو خبرات حية خبرات مثمرة حقيقة عاشوها إضافة إلى المخيمات اللي كنا نعملها كنا نعمل رياضات روحية أيضا من أجل أنه ينمي الروح في داخلهم مثل ما قلت لحضرتك أنه الروحية كثير عنصر مهم للمرنم نعم يتم عرض على شاشة قناة القيامة ترتيلة مشتاقين من لبا بصوت سيادة المطران بشار وردة جزيل الاحترام نسمع جزء من عدها وبعدين نحتاج توضيح من الأخت نرجس متى كانت هذه الترتيلة وكيف ترجمة نانسي قنقر 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 وحب أنه يكون أكو مشاركة من جميع جوقات الإبارشية ولهذا طلب من عندي أنه أنا أقود وأنسق هذا هذا الحدث المهم لكنيستنا وكان اللقاء مع جميع شبيبات الإبارشية وجوقات الإبارشية كانت دترتل في وقتها بعد ما انتهى اللقاء سيدنا بشار يعني صعد إلى القاغلتة وحب يشكر الشبيبة وكعلامة ورمز كبير كراعي أنه هو يسند هذه الشبيبة حب أنه هو يشاركنا بترتيله بصوته المميز أيضا فسيدنا بشار يعني طلب أنه نرتل ترتيلة مشتاقي من منلبة وهذه كانت هي المناسبة توضيح حول موضوع الأخت نرجس قلب يسوع أضوى في جوق الفاتيكان نعم حاليا أنا أدرس في إيطاليا روما في المعهد الحبري للموسيقى المقدسة بديت دراستي في سنة 2016 في شهر أكتوبر أيضا من أجل أنه ننمي هذه الموهبة من أجل أنه حقيقة أسقي هذه الموهبة اللي اللمطاني إياها ولهذا رهبانتي سمحت إلي أنه أنا أدرس في هذا المجال اللي هو مهم لكنيستنا بشكل عام ولهذا من خلال خبرتي في الدراسة أيضا اللي كانت لسنوات من الجهد من الوقت اللي من خلاله أيضا تعرفت على الموسيقى الغربية إضافة لمعرفتي بموسيقاتنا الشرقية هذا اللي مكنني أنه أنا أكون أضوى في جوق الفاتيكان وأنه أخدم وأرنم في جميع الاحتفالات اللي اللي ترأسها قداسة البابا فرانسيس هل حضرتك رنمتي انفرادي قدام قداسة البابا نعم كانت في مناسبتين والمناسبتين تتعلق بالشرق الأوسط إحداها كانت في سنة 2017 كانت الصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط بحضور جميع بطاركة الشرق الأوسط كنا في مدينة باري هي مدينة في إيطاليا في جنوب إيطاليا وانطلب من عندي أنه أنا أردت الشيء بلغتنا السرياني الشرقي أو الكلدانية مثل ما هو متعارف عليه فأنا رتلت ترتيلة من أجل السلام نشق لنطور إشلام العمخ على هذه النية وكانت حقيقة أجواء صلاة وأجواء سلام أنه تنقلنا حقيقة إلى عالم يشعر بهذا السلام وينقل السلام للعالم والمناسبة الأخرى التي كانت في هذه السنة في شهر تموز 1 تموز كانت من أجل السلام في لبنان ففي هذه الصلاة أيضا اشترك جميع المطارنا والبطاركة الموجودين في لبنان من جميع الكنائس بحضور وبترأس قداسة البابا فرانسيس وطلب مني أنه أشترك بالترنيم مع الجوق اللي كان ديحي هذه الصلاة اللي كنا رهبان كهنى وعلمانيين أيضا من لبنان وأنا كنت من العراق واشترك معنا بعض طلبتنا في المعهد الحبري للموسيقى المقدسة وطلب من عندي أنه أنا أرنم أيضا بالسورة يعني بالكلدانية ولهذا رنمت بصلوثة دموارخة هي أحد الصلاوات التقصية اللي موجودة في كتاب الحضرة واللي هي صلاة لأمنا مريم العذرة من أجل أنه هي تشفع من أجل بلدنا من أجل جميع البلدان من أجل انتهاء الحرب من أجل حلو للسلام وكثير كثير من الكلمات اللي أباء الكنيسة أغنونا بهذا التراث نقدر نسمع جزو منا نعم أكيد شو حالا وولورا والروحة تقذشا بصلوثة دموارخة شينا نمليخ بوريثا 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 ما هي صلاتها اليومية أو الصلاة اللي دائما ببالا نعم أكيد الصلاة هي أنواع ممكن تكون صلاة لفظية ممكن تكون صلاة قلبية صلاة القلب ولهذا صلاتي اللفظية أكيد تكون نابعة من طقصنا من صلاتنا من الحضرة من الكتاب المقدس من كل ما يخليني أنه أنا أشعر بهذه الدعوة يوم عن يوم أنه ربنا دي يرافقني دي يمسك بإيدي مثل ما كانت آية الكتاب المقدس في البدء اللي حضرتك بكارتيها و فمن أجل هذا أنا بالحقيقة أرتكز على شيئين صلاة نطقصية وأيضا الكتاب المقدس اللي من خلاله أستقي حضور ربنا النوع الآخر من الصلاة اللي ذكرت اللي حضرتك هي الصلاة القلبية اللي من خلالها ممكن أنه إحنا مو فقط نحكي لكن أيضا نسمح نفسح المجال لربنا أنه هو يحكي من خلالنا أنه هو يحكي في داخلنا أنه حقيقة نشعر بحضوره بشكل عميق في أعمق نقاط في كياننا الداخلي ولهذا هذور العمودين الأساسيين في حياتي بس ندني أنه أنا أكمل مسيرتي الرهبانية وفي حياتي وفي علاقتي مع ربنا آمين هل لديك تراتيل خاصة؟ هل يوجد تراتيل للأخت نرجس مسجلة صوت وصورة؟ هل بإمكان متابعين أكيد يتابعون هذا التراتيل عن طريق قناة القيامة ولكن هل يوجد ووبسايت معين؟ نعم بعض الترانيم اللي مسجلتها كانت أحدها تراتيلة أوغنانا اللي سجلتها في سنة 2010 بالتعاون مع المعهد الكهنوتي السمنير اللي كان آنذاك مسؤولة أبونا فادي ليون ربنا يذكرها بالخير فبالتعاون معهم رتلنا هذه التراتيلة اللي هي تراتيلة لعيد القيامة هي تراتيلة من تراتنا وأيضا عدنا بعض الأعمال اللي عملتها مع جوقة الرجاء اللي خورنت أم المعهد الدائمة واللي البعض من عدها موجود في اليوتيوب تحت اسم جوقة الرجاء وأيضا مؤخرا قبل ما أترك العراق سجلنا بالتعاون مع أستاذ رائد جورج تحياتنا إلى بعض الترانيم اللي هي من تأليف وألحان وبعضها من ترجمة ترجمة مؤسس رهبانيتنا الأب عبد الأحد ريس كان عنده موروث من الألحان اللي كانت مثل ما قلت بعضها من تأليف وألحان والبعض الآخر كانت ترجمة عن الفرنسية ولهذا الرهبانية يعني إحياء لهذا التراث وأيضا المحافظة للمحافظة عليه فكرت أنه تدعاون مع أستاذ رائد جورج أنه نسجل سيدي لبعض من هذه الترانيم ولهذا سجلنا تقريبا كانت ثمان تراتيل لمؤسسنا والبعض من أدها موجودة على اليوتيوب أيضا مثلا تشبحت خفتة شمية كبلة قوقلولة اللي الأداء الفردي لهذه التراتيل أنا دعا أدي والأداء الجماعي هو لأخواتنا في الرهبانية كلها بالكلداني نعم نعم أنا ريت وجهة نظرك لماذا قلت الدعوات الرهبانية حاليا بهالزمن تعد قد قلت نعم الدعوات الرهبانية قلت في أيامنا الحالية ليس فقط في العراق لكن أيضا في جميع في كل العالم وفي كل الرهبانيات أقدر أقدم يعني بعض الأسباب اللي ممكن تكون سبب في قلة الدعوات الرهبانية في العراق اللي هي الحروب اللي مر بها العراق وإلى اليوم وبشكل خاص من 1991 بدأت عوائلنا تهاجر وبشكل واضح جدا إلى خارج العراق بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة ولهذا ولهذا صار صعب بالنسبة للبنت أنه هي تقرر أن تنتمي للرهبانية بينما أهلها دا يفكرون أنهم يهاجرون ويغادرون البلد بما أنه حاليا البنت قبل ما تدخل للدير ما هي كثير قوية في هذا الاختيار ما هي كثير ثابتة ولهذا صعب عليها أنه هي تختار ممكن أحد الأسباب تكون شهادتنا للعالم اللي ممكن نعطيها بشكل هاليوم شاباتنا وشبابنا يفهمون هذه الشهادة وحقيقة يكتشفون شن هو المختلف في حياتنا عن الحياة اللي هم دا يعيشوها الشيء الآخر اللي ممكن أقوله سواء كان خارج العراق أو داخل مجالات الحياة المختلفة اللي هاليوم واضحة هي ومتوفرة عند كل الشباب والشابات واللي هاليوم ممكن تكون صعب بالنسبة لهم أنه أمام كل الاختيارات الجميلة اللي الحياة تقدمها إلنا إحنا نختار نوع مختلف من الحياة اللي به إحنا نتجرت من بعض الأمور نتجرت في بعض الأوقات أيضا من آراءنا أو ممكن إنه إحنا يكون عندنا نظام محدد هذا النظام أنه نحب أنه إحنا نسير عليه بحرية كبيرة لكن يبقى السؤال هو لما ربنا يدعو حقيقة هذه الدعوة راح تكون مثل بعض بعض العباء الروحيين اللي يقولون ربنا يستوقفنا من أجمل ذكرياتك في الرهبنة رهبنة بنات قلب يسوع الأقدس ما هي؟ بالحقيقة عندي كثير خبرات جميلة في الرهبانية لكن أذكر بشكل خاص اللي كثير كانت مميزة وإلى هاليوم هي حاضرة في ذاكري وفي قلبي أهمها كان يوم دخولي للدير سنة 2006 بشهر 31 2008 2006 وأيضا تاريخ نزوري الأولى اللي كانت 11 2010 وتاريخ نزوري الدائمة في يوم 16 2008 2015 هذه الذكريات هي حاضرة هاليوم معايا ولهذا حقيقة من خلالها أنظر إلى النعمة الكبيرة والمحبة الكبيرة اللي الله يحملها وحملها من البدء إلي من المزارات اللي زرتية وهالشكل كان عدها وقع كبير يمكي وهل يوجد مزار ربالك تريدين الزوري نعم وإنما كانت زيارات كثير للمزارات اللي أنا رحت إلها لكن المكان اللي حقيقة ترك أثر في داخلي إلى اليوم هي زيارتي إلى لورد أدراء لورد الظهور المريمي هناك هذا الحضور حقيقة لمس داخلي وترك أثر إلى هاليوم المكان الآخر اللي حقيقة كانت نعمة كبيرة لكل الرهبانية كان زيارتنا للأماكن المقدسة الرهبانية بشكل عام زرنا الأماكن المقدسة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الرهبانة وكان هذا في سنة 2010 مع افتتاح السنة المئوية لأنه رهبانيتنا متأسسة يوم 15-8 1911 ولهذا مع سنة 2010 افتتحنا الاحتفال بالسنة المئوية وكانت نعمة كبيرة ربنا اهداها لنا في هذه السنة أنه يكون لدينا الفرصة أنه نزور نعمل حج إلى الأماكن المقدسة بدءا في الأردن وانطلاقا إلى الأراضي المقدسة وين يسوع عاش وين تلاميذ سمعوا كلماته والخطوات اللي هو سارها طوعا وسمعا لكلمة أبيه وبالحقيقة في هذا كل مكان خبرتي كانت مميزة لأنه مجرد أنه نقف على هذه الأرض يعني شعرت أنه حقيقة أنه اليوم أكون نعمة خاصة دا أعيشها وشعور مميز كثير أنه ربنا مشى على هذه الأرض اللي هاليوم أنا دائم شي عليها وكانت هذه أقدر أقول أكثر خبرتين مميزة بالأماكن اللي أنا زرتها وإذا تسأليني حضرتك ما هو المكان اللي أنا أفكر أنه أزوره أو أتمنى أنه أزوره بالمستقبل حقيقة يجي على بالي مزار عذراء فاطمة إذا ربنا نطعني هذه الفرصة أنه أنا أزوره أكيد أشكر عليه وإذا ما قدرت أنه أزوره أكيد أنا متأكدة أنه نعمة ربنا وشفاعة أمنا مريم ترافقني فيك الحين حتى إذا ما قدرت تفضيح لجمهور قناة القيامة الأخت نرجس هل هذا زي هو زي رهبانية بنات قلب يسوع الأقدس نعم هو الزي الخاص برهبانيتنا ومثل ما حضرتك وأكيد جمهور قناة القيامة تلاحظون أنه أكو ألوان مختلفة لكل رهبانية تختارها اللون اللي اختارت الرهبانية كان سابقا أخواتنا الأوائل مع مؤسسنا كان اللون الأسود لكن بعد المجمع الفاتيكاني الثاني وبعد القرارات الجديدة للتجديد في الكنيسة رهبانيتنا فكرت أنه تغير هذا اللون من الأسود إلى الرصاصي لكن بكل الأحوال أي زي هو يعبر عن روحانية هذه الرهبانية وعن الهدف اللي من أجل هذه الرهبانية تأسست وبما أنه رهبانيتي تأسست من أجل أن تكون في خدمة الكنيسة في خدمة الناس وأيضا في مساعدة العوائل أنه هم يشوفون طريقهم وحقيقة شون يعيشون هذه الحياة العائلية إضافة إلى نشاطاتنا بالخورنة ولهذا اختارت اللون الرصاصي اللي هو لون العمال من أجل أنه نحن نكون قريبين من الناس أنه نعمل معهم أنه نشعر أنه نحن واحد من عدهم وهم أيضا يشعرون بهذا الشيء أما بالنسبة للشعار رهبانيتي فهو يعبر عن النجمة البابلية لأنه تأسيسنا هو في العراق ولهذا رهبنا عراقية الأصل ولهذا رهبانيتي اختارت أنه يكون شعارنا النجمة البابلية الشعوب اللي عاشت آلاف السنين في هذه الأرض وفي داخل هذه النجمة يوجد قلب يسوع الأقدس اللي يعبر عن اسم هذه رهبانية وهويتها وأكيد النجمة تعبر عن الصليب الأحمر اللي موجود والشعاع اللي يخرج من هذا الصليب هو الأنهر الأربعة مع بدء الخلقة واللي يعبر عن رسالة بنت القلب الأقدس هي موجهة إلى كل العالم بدون استثناء أريد نقرب هذه الشخصية أكثر وأكثر لجمهور قناة القيامة من هوايات الأخت نرجس ما هي نعم مثل ما حضرتك تعرفين دراستي هي الموسيقى ومن صغري يعني تنميت على هذه هذه الهواية ولهذا بالنسبة إلي نعمة الصوت هي اللي تغنيني دائما إنه في كل الأوقات اللي أنا أشعر بيها أنه بالحقيقة أنا بحاجة أنه أعمل شيء مختلف في نهاري أنا أرنم ولهذا هذا يخليني أكثر أكون قريبة من ربنا يخلي صلاتي يكون أدها معنى مختلف في حياتي وأيضا من أحد هواياتي المفضلة هي القراءة المطالعة سواء كانت كتب روحية متعلقة بحياتنا الرهبانية وأيضا متعلقة بعلاقي الشخصية مع ربنا أو كانت كتب عامة ثقافية وغيرها حضرتك مرنمة وأيضا هي أحد الهوايات الترنيم ولكن هل تعزفين على آلة موسيقية معينة نعم من خلال دراستي في معهد الموسيقى اختصاصي هو قيادة الجوق وأيضا قيادة الأوركسترا وبالتالي هذا كقائد يعني نحتاج أنه إحنا نتعلم كل شي نتعلم عزف على آلة نتعلم كيف أنه إحنا نساعد الجوق أن ينمون صوتهم نتعلم أنه إحنا كيف نقدر نألف موسيقيا بعض الترانيم أو المقطوعات وإلى آخره وغيرها من الدروس الأساسية التي هي تاريخ الموسيقى وغيرها ولهذا أنا أعزف حاليا على آلة البيانو وآلة الأورغانو نعم طبعا تشرفنا بوجودك مع أنا الأخت نرجس قلب يسوع من رهبنة بنات قلب يسوع الأقدس من المملكة المتحدة كلمة أخيرة لجمهور قناة القيامة نعم قبل كل شيء أنا أشكركم سجنان وأشكر قناة القيامة مرة ثانية على استضافتها لي أشكر جميع جمهور قناة القيامة في كل العالم وربنا وربنا يبارككم وربنا يحفظ عوائلكم ويجعل من هذه العائلة تكون على مثال عائلة الناصرة ربنا يبارك جميع الكليروس كنيستنا بمسؤوليها وجميع المكرسين والمكرسات بالعالم وشكرا لجميعكم شكرا جزيلا الأخت نرجس قلب يسوع شكرا جزيلا متابعي قناة القيامة شكرا لحسن المتابعة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا كنوا معنا بقوة الرب الأسبوع القادم وحلقة أخرى مميزة من برنامج مسيرة مع الرب اشتركاتية มา وتشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا